بكل تأكيد والمباراة كلها ما هي السهلة ما فيش مباراة من المباراة دي سهلة على الإطلاق وكون انك تروح وتيجي في نقاط تخسر نقطة فترجع تتعادل وبعد كده تجيب نقطة فانت بتلعب بندية يعني ما فيش فكرة انه يكون فيه الفرق الكبير في النقاط لان انت بتلاعب منتخبات مصنفة بالظفر فأعتقد ده بيؤكد برضو انت انت وسط الكبار وسط الكبار منهاش حال يعني ده اكيد يعني كلنا شفنا من اول المنتخب ما بدأ مشواره هو ازاي حتى ماتش الدينماركي مثلا احنا كنا متخوفين منه شوية طبعا نظرا اللي احنا مواجهتنا قدام الدينمارك بنابقى عارفين ان هي بيبقى تبقى صعبة جدا لكن المنتخب رغم تأخره مثلا في الشوط الاول لكن الشوط التاني عمل اداء تاريخي اداء قوي جدا خصوصا طبعا من محمد علي حارس منتخبنا الوطني وانا دايما الحقيقة بيشوف ان في الكرة اليد بيبقى الحارس اكتر من نصف الفريق لازم لو انت الحارس بتاعك في مستوى فانت هتعمل ماتش عالي محمد علي باشا بصراحة محمد علي عامل بطولة رائعة واتمنى ان شاء الله النهاردة سواء هو او كريم هندوي الاتنين يكونوا في الفورمة او اللي هيلعب فيهم يكون في الفورمة عشان بالتأكيد الحارس هيبقى ليه دور كبير اوي في حسم ماتش زي النهاردة شوصا اسبانيا كمان عندها قوة في مركز حراسة المرمة تحديد اكيد انت دينا تبيعتي الماتشات اللي فيت التوقعاتك ايه بقى الماتش النهاردة يعني زي ما قلت اكيد هيبقى ماتش قوي جدا جدا فكرة انه بتلاعب اسبانيا اسبانيا بالتأكيد يعني بيع طويل جدا في كرة اليد يمكن اسبانيا في دور المجموعات فازت في تلات ماتشات وخسرت ماتشين عشان خاطر تتأهل كثالث في مجموعتها يمكن كمان يعني احنا اخر مواجهتين قدام اسبانيا ما كناش موفقين زي ما قلت في ماتش البرونزية في اولمبياد توكيو وكمان احنا قابلناهم تاني في دورة علعاب البحر المتوسط اللي كان بتقام سنة عشرين اتنين وعشرين وخسرنا بفرق هدف فالمواجهة بتبقى ندية فيها ندية شديدة جدا جدا بيننا وبين اسبانيا حتى بالمناسبة احنا لما خسرنا منهم في مبارات المدالية البرونزية في توكيو كان بفرق هدفين بس يعني مش حاجة كبيرة فالمواجهات بيننا كان باروندو الموجود تقريبا كان باروندو بالفعل موجود والباروندو بالتأكيد كان صاحب تفرق كبيرة جدا مع المنتخب الوطني طب هل بستور قادر ان هو يعمل برضو انجاز كبير معاهم زي ما عملوا باروندو يمكن التحدي المصر الكورة الياد بيعتمد بقاله فترة على المدرسة الاسبانية وهي اعتقد اثبتت نجاحها بشكل كبير جدا مع المنتخب الوطني وكمان يمكن اثبتت نجاحها على فكرة مع الاندية كمان زي الاهلية وزي الزمالك في البطولات اللي بياخدوها يمكن بستور حتى الان اداءه قوي جدا انت بتفوز ببطولة افريقيا كلنا شفنا حتى اداءه في بطولة افريقيا كان عاملت ذلك كان بتقام على اردنا هنا في شهر يناير اللي فات بتؤدي مباريات قوية جدا يعني بتنافس بشكل قوي يمكن كمان بستور بشوف ان هو مدارب عنده طموح ان هو يحقق تاريخ مع منتخب مصر